بسبب كأس العالم المقامة حاليا في دولة إسلامية هي قطر نتسأل لماذا انتقلنا من المطالبة بفصل الدين على الدولة قبل نصف قرن إلى المطالبة بعدم فصل الدين عن الرياضة والأدب وحتى الفن لماذا رحنا نتحدث عن علاقة الدين بكرة القدم فهل هذا كما يقال إحساس بالفشل الحضاري أم أنه على العكس إحساس بالفراغ الحضاري وهل أن كرة القدم هي مجرد لعبة رياضية أم دراما بشرية يبكي ويحزن ويتفاعل معها الجميع كيف ننظر لها ثقافيا وفلسفيا وفكريا وهل أن عجابنا بكرة القدم مصدره إحساسنا بأن الحياة نفسها مجرد لعبة أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته أبدأ تسجيل هذه الحلقة في اللحظة نفسها تقريبا التي تبدأ فيها مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا طبعا أنا لا أستطيع متابعتها المباراة لأنني سأنفعل كثيرا أنا أيضا أعشق كرة القدم لكن المباريات المهمة لا أتابع الكثير إنما أشاهد أغلب الأحيان الأهداف أو ملخص المباراة عموما هذا الكأس العالم الذي نحن فيه ولد الكثير من الخلافات والتناقضات والتوافقات والآراء فكانت اللعبة هذه ليست مجرد لعبة إنما كما أزعم أو يزعم بعض الناس بأنها تمثل تراجيديا بشرية أو صورة مصغرة للحياة البشرية وأنا أراها برأيي بأنها لعبة كرة القدم تبدو عديمة المعنى لكن هذا هو بضرورة الشيء نفسه ينطبق على الحياة بأكملها إحنا نحملها المعاني ومثل ما نحمل لعبة كرة قدم المعاني فسنحمل هذه اللعبة الكثير من المعاني وهذه اللعبة راح أوضحها بالجزء الثاني من هذه الحلقة عن فلسفة كرة القدم والنظرة الفلسفية لهذه اللعبة والتي أراها بأنها عبارة عن مسرحية يؤدي فيها جميع أدوارهم كل حسب طاقته ولكن الكل يعمل ويتحرك ضمن هذه اللعبة ضمن قوانين موضوعة سلفا ومتفق عليها جميعا أشفى بقوانين اللغة فيما بيننا هذا الجانب الفلسفي لكن الجانب الاجتماعي العام أو العمومي الذي سأخصص له الجزء الأول من هذه الحلقة هو الإشارة إلى أن الكثير من المنتخبات في العالم أو البطولات التي جرت في العالم أو أي منافسات في العالم جرت هذه المنافسات دائما كانت تجري خلال القرن الحالي تقريبا لم يتحدث فيها أحد عن الدين هذا دليل على أننا نفكر بطريقة دينية وأن الدين ضاغط علينا بطريقة غير طبيعية فوق المعتاد بحيث أننا نحن لا نرى الأشياء إلا بنظارة الدين وهذا أمر لم يكن موجودا قبل أربعين عاما وبدأ يحضر لدينا كجزء أساسي في حياتنا وهذا الأمر مؤشر على مدى سطرة الدين وهيمنت على الواقع ومدى التحالف القوى الرئيسية للمجتمع لفرض الدين على الجميع بأتباره أداة لطيفة وأداة ممتازة ورخيصة للسيطرة على الجماهير فهذا الأمر يحبد السياسيون وأيضا أدى بالتالي إلى التشكل نظام اجتماعي قائم على روابط الدينية وجدت جميعنا أنفسهم متورطون فيه ولا يستطيعون الخروج من هذه الشرنقة الشرنقة الدينية اللي هي بطبيعتها تفضل إن أزال والانقسام عن أي شيء يختلف عنها بل رفضه ومكافحته عموما فازت كثيرون ببطولات يعني نعرف أنه فرنسا فازت الألمانيا فازت عشرات المرات بطولات الكرة الخدم وغيرها الدول العالم بيأكمل حتى اليابانيين الكوريين الهنود كلهم لا أحد يتحدث عن دين ولا يحد يتحدث عن نشر دعوة إسلامية بمانشتات الصحة هذا الأمر أحنا وحدنا اللي تخصصنا فيه حتى على المجال العلمي نجد أنه هناك علماء بلدان العالم بيأكملها يفوزون بجوائز نوبل ويحققون امتيازات عالية جدا لبلدانهم لكن لا أحد يقول أنه هذا الذي فازه هو مسيحي أو يقول أنه هذا الذي فازه هو يهودي رغم أنه اليهود ربع جوائز نوبل هي سجلت باسم اليهود لكن لا أحد يقول أنه هذا يهودي يشيرون إشارة عابرة لأنه هذا يهودي يعني لكن ليست هي القضية يقول أنه هذا عالم وانتهى الموضوع إلا نحن وهذا البعض فسروها بأنها دليل على الفشل الحضاري أنا أعتقد العكس الموضوع مو هذا يعني مو مسألة أنه إحساس بالفشل الحضاري وأن هذا الشيء رح يعاوضنا عن هذا الفشل أنا أعتقد بالعكس هذا إحساس بالفراغ الحضاري والأصح التفريغ الحضاري الذي تعرضنا له عمدا من قبل تحالف الرجال السلطة والثروة ومن يسمون أنفسهم بأولي الأمر كانت النتيجة أننا رحنا نعاني جميعا من ما أسميه العسر الحضاري نحن أصبحنا جزء معطل وعاطل داخل الأسرة البشرية الإنسانية التي الآن تفور بالإبداعات وتفور بالإمكانات والطاقات الكبيرة فيما عدنا نحن 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 يشاطرون فقط في الكلام الطويل العريض واستيراد والتصدير لا ليس لدينا التصدير يعني نكسب لبعض رزقهم من عمليات التجارية لا أكثر ولأقل لكن لم نبدأ لعدد براءات الاختراع تقريبا شبه معدومة لدينا هناك ملايين اختراعات سنويا في الصين واحدها يمكن 20 مليون براءات اختراع ولأمريكا كذلك نحن إذا قررناها جميع دول عربية لن نجد فيها هذا الجانب وهذا لا يعني أنه الشعب العربي والفرد العربي إنسان قاصر وغير مبدأ لكن هذا يعني أنه المؤسسات التي تشرف على هذا الإنسان وتتحكم بأمره هذه المؤسسات عاجزة أو تم جعلها هكذا عمدا وهذا الاحتمال الذي أرجحه بشدة هذا الإحساس هذا الواقع الذي يجعلنا نشعر بأن هناك مسافة بيننا وبين هذا العالم هذا أدى بالنتيجة إلى أننا نشعر بوجود الهو الواسع بيننا وبينهم هذا يجعلنا نحاول أن نفرض حضورنا الطبيعي وسط للآخرين هذا وبسبب أن هذا الإحساس أو هذه الحاجة تصطدم دائما بالدين والسياسة التعسفية المتحالفة مع الدين ورجال الدين كان الحل لأغلبية الناس أنه يخضعون يعني يختارون الحل السهل وهو التحجز بالدين نفسه للتميز وبغض النظر عن نوعية هذا الدين هم يقولون أننا متدينون وهذا أدى بالنتيجة إلى أن المجتمع بأكمل يتحول إلى مجتمع منافق حتى أدفع السياسين الشيء الغريب خاصة في السابق الأخيرة يبدو هناك بروباقاندا دعائية للدين مدفوعة الثمن حتى أدفع السياسين الناس فاسدين صرف شخصيات تافهة وغبية ولا علاقة لها بالثقافة ومتخلفة هناك عظرنا لكلمة عاهرات من درجة الدنيا حتى العاهرات ما أكون عاهرات درجة أولى لكن عاهرات درجة الدنيا يتحدثون بالدين ويفخرون بينه ويدعون للحجاب هناك فنانات جيدات على المستوى لله وتطلع أولا فسا حجاب وهي بعد أن عبرت الخمسينات يتحدث عن الحجاب ما ما الحجاب والدين والإيمان وأنا وقد تطلع تقول أنا أبوس إيدر أو قدم زوجي من يعرف أنه هاي من يعرف أنه هاي بقبازة قسم يعني مجوز تضربه بالقزم ما شمد ريني أنا لكن هي تقول هكذا واضح أن المسألة يعني دعائية ودعائية وتحاول أن تقول للناس أنا كده زي الناس وأنا ملتزمة دينيا لأنه هو هذا الإيقاع السائد فهي تحاول أن تندري ضمن هذا الإيقاع لأنه ربما تكسب مال من عنده بس وما أسوأ هذا الدين اللي يعني الآن يحتاج دعم من شخصيات لا وزن لها ثقافي يعني صحيح مثلا بعض المثالات له وزن أبداعي لكن لا وزن لها ثقافي ولا معرفي بين الناس وناس جهلة يعني هل هذا الدين يفتخر بنماذج من هذا النوع فهذا السؤال يعني أطرحه لكم جميعا فمعناتها أي مستوى وصل إليه الدين بحيث أنه ينتظر تسكية من أناس من هذا النوع يعني ينتظر شخص عادي لا أتنام للعادي يحاول أن مجرد أدى أدى السمعة وأدى حضور جماهيري فقط هذا السبب هل هذا هو الدين إذن بالعافية علينا جميعا على كل حال المنتهي المغرباني فرحان جدا لفوزة ولصعودة لهذه المرتبة الكبيرة هذا شرف أنه جميعا بغض النظر عن كأننا مسلم أو غير مسلم هو محسوب علينا يعني إحنا نعتبر نفسنا منتمين إلى وهذا هو يعني يقولون أنه معظم لاعبي هم تطوروا بفرع الاحتكاك والاحتراف بالعندية الأوروبية وأن هؤلاء اللاعبين أيضا لم يكنوا هم نتاج هذه الأرض وهذا المجتمع ومؤسساته على اختلافه من مؤسسات الدولة والسلطة إلى مؤسسات الاجتماعية والدينية المختلفة والتربوية أيضا فهؤلاء هم نتاج العالم الغربي وحتى نتاج الموجودين داخل البلد يعني تقريبا 40% من اللاعبين المتحدة المغربي هم يعني من محسوبين على محسوبين على النظام الرياضي أو نظام الرياضي أو المنظومة الرياضية واشتراطاتها العالمية الغربية من هنا صار عندنا المشكلة وأن صار عندنا الجدل الديني والرياضي وليس الجدل بين الدين والسياس يعني أصبح الآن يعني مجتمع صعدنا قرن كامل من أيام محمد عبدالي اليوم نتحدث عن الإصلاح الديني والتجديد والكذا الآن الآن طلعت المشكلة أنه ليس فصل الدين على الدولة لا الآن نريد أن ندمج الدين مع الرياضة وريد أن ندخل الدين ونحشر الدين في كل شيء نحشرة بالفن ونحشرة بالأدب ونحشرة بالمدرسة نضعه في كل مكان ما هذا الهوس ما هو هذا الدين العجيب الذي ماذا سيقدم لنا من الذي يحرضنا على هذا الشيء على كل حال الشخص مثل حكيم الآن مثلا الشيء بشيء يذكر الشخص لاعب معروف وقبل البطولة كان يظهر مع زوجته وتلبس ملابس يعني فيها نوع من الخلاعة وخلننشوفها هذه صورة الرجل مع زوجته وهي ممثلة وأكبر من عنده باثنائي السنة قالوا أنه صار الضجع عليه كبير قالوا أنه هذا الرجل لا يمثل الإسلام وهذا كيف إنسان ديوت وهذه الأبارات الجاهزة التي تم استراتها من السلفيين وهي كلمات يعني مصطلحات السلفية المعاصرة طبعا هي مستمدة من كتب التراث القديمة قالوا أن هذا رجل ديوت وما إلى ذلك وأمه محجبة ومع هذا وينظروا الأمور بهذه الطريقة يعني من منظار ضيق جدا للأمور ورجل حر أنت لا يفكر بأن هذا رجل لا يعتبره لها يعتبره جزء من قطيع ويقول لك هذا القطيع يجب أن يلتزم الجميع بهذا التعاليم يسميه تعاليم ديني بالحقيقة هي تعاليم القطيع أن هنا هذا القطيع يجب أن يلتزم الجميع به ويدافعون عن القطيع وهو فعلا كلام صحيح لأنه تأدى عندما تشعر أن القطيع يزعل فأنت لا بد أن تتوافق معه لأنه ستخسر كل شيء ستضرب من القطيع وستحاسب ولا تستطيع حتى تمشي بالشارع فكيف فبالتالي حتى اللي ما مقتنع أو اللي يقول لا علاقة لي بالموضوع لا علاقة لي بالموضوع لكنه سيضطر إلى أن يقف مع الجمهور أو يسير مع الجميع ولا يقول أنا خطوتي وعدي لأنه سيخسر كل شيء بالمناسبة على كل حال هذا الرجل أيضا تدخل الآن بسبب يشوف التحيز القطيع كيف يتحكم بالإنسان ودوافع الآن هو الآن تغاضع عن هذه القضية لا أحد يذكرها إلا ما نادر ولأنه ماذا لأنه حكيم الآن جزء من المنتحة المغربي والآن القطيع بحاجة لأن يتماسك وأن لا يتحدثون عن شخصية هذا الرجل الخارج على قيام القطيع لكن الآن هناك أفضلية العقل القطيع دائما يحسب الأفضل يعني يقول لك هذا إحنا راح نخسر إذا خسرنا هذا الشهر وهذا يفيدنا القطيع ونفس الفكرة هي صارت بأيام أبي الرجد أبي الرجد أحرقوا وكتبه التوحيدي أخفوا وكتبه حتى الرجال الدين مثل الطبري وغير الطبري رجموا بالحجارة ومات في بيته الحنابلة يعني كلهم حتى الغزالي نفسه الإمام الأئمة السنة فهذا وأيضا ذكركم بعد ابن الحيثم الخوارزمي الفارابي ابن سينة كلهم يكفرون لكن الآن تشوف مستشفى ابن سينة هؤلاء يكفرون وبالعكس يعني بصريحة العبارة والآن لماذا لأنه هذا يعلي من صيحة القطيع الديني ويؤلي من شأن الدين ويدعونا الآن أن الحضارة كانت سببها الدين وليس سببها أفراد تم قمحهم وقتلهم وتهجيرهم وضغط عليهم وحتى الذي يدعي بأن الحضارة هي حضارة دينية وأن الدين هو سبب هذه الحضارة هو بالعكس هو يعرف الحقيقة لكنه كذب جزء طبيعي من الإنسان المتدين ليس لأنه يريد أكذب بل لأنه يريد أن يقول بأنني متضامن مع القطيع وأنني أقف مع القطيع وأن كل شيء لصالح القطيع أقف معه وكل شيء ضد القطيع أنا ضده مسألة ما لها علاقة بالعقل ولا بالفكر وعلينا أن نفهم السلوك المؤمن بهذا الصورة أنا أشوف تعليقات كثيرة عندي أفهم عليه هو على الخليست و Angel وما أشوف أن يحسن الأن ويحتكم إلى روحية القطيع هو هو يحتكم إلى عقل القطيع هو لا يفكر بعقله فعدما يفكر معي بعقل القطيع وليس بعقله فهو بالتالي يرجع لعقل القطع الديني أو الدين والقطع نفسه يعود إليه لكي يرتب له كل شيء ويبرر له كل شيء وبالنتيجة يشعر بأنه هو كل مواقفة منطقية وعقلانية جدا وهذا فعلا أنا أيضا لأنه لا يستند إلى عقله الشخصي ولا يستند إلى موقفه الشخصي لأنه أصلا هو مدمر الشخصيتي فيذهب إلى العقل القطيع وهذه عندي حلقة راح أسويها عن الفروق بين العقل القطيع وليس عقل القطيع العقل القطيع وعقل الإنسان المنفرد هذا مسألة أعتقد غير مبحوثة وعلينا أن نفكر العقل القطيع هو جزء من العقل الفردي الإنسان يمتلك هذا العقل القطيعي والذي مستمد من العقل القطيع الكلي وهذا عقل الجزء هو يحاول دائما أن يتطابق عقل القطيع الجزء مع العقل القطيع الكلي وهذه العملية تولد منظومة من الفلسفات والأفكار والاشتراحات وتجي تلقى واحد يطلع لك ميت مجلد يعني يبحث لك عن العقل في الدين مثلا هو العقل في القطيع معناه يعني صحيح الكذا مثلا المستدرك في كذا هي كلها العملية بأكملها قطيعي على كل حال الآن أنطلق إلى يعني أتحدث عن الموضوع الثاني ولكن بعد الفاصل طبعا هنا السؤال الرئيسي يقول هل أن كرة القدم هي دراما أم رياضة على بناء على الحماس التي أصابنا جميعا لكرة القدم وصعود خاصة صعود المتخب المغربي هذا كله يأكد بأن ما يحدث ليس أمرا له علاقة بالرياضة فقط إنما له علاقة بالكثير أو تقريبا بأغلب الأشياء التي تثير اهتمامنا ككائنات بشرية سأحاول مناقشة هذه القضايا واحدة بعد الأخرى بأسرع وقت ممكن أحاول هناك رجل دين أتذكر معروف جدا وسأذكره اسمه في نعاية الفيديو يعرفه الجميع في العالم كله هذا الرجل يقول أنا أستغرب هذا ما معنى أن يكون هناك 11 رجل مقابلهم 11 رجل كلهم شواربهم وبعضهم لحي ويركضون خلف كرة ما هذا العمل يليق بالأطفال وليس برجال مشوربين وبتاع قبضايات فهو يستغرب هاي العملية لكنه هو نفسه رجل الدين لا يشعر بمحجم الدراما في هذه اللعبة حجم الدراما وتراجيديا الكبيرة التي تنطوي عليها اللعبة والاسباني بالهولندي أو الدهشة وعدم معرفة نتيجة حتى آخر لحظة هاي كلها عمليات قضايا مثيرة للإنسان تنهض بداخل الإنسان وتخليه تحرك بطريقة أو يشعر بطريقة مختلفة جدا هذا الرجل الدين نفسه وخليس يسأل الوضع ليش يسأل على هذا الموضوع هو قلق الدين ما لتك نفسه وأيضا هو جزء من نوع من أنواع اللعب وما هو الدين يكون مأظم نشاطات البشرية لها علاقة باللعب فهذا راح أوضحه بجزء الأخير من الفيديو الجزء الفلسفي أو الفكري أموما ما يحدث مثلا عندما يلعب فريق السعودية أو يلعب فريق عربي أو مسلم ماكو مسلم يعني هو فريق عربي لأنه كل بلدان عربية فيها وناس منتمين إلى الدين أو غير منتمين هو يبقى فريق من بلدان هذه المنطقة وهذه المنطقة كلها من المغرب إلى إيران إلى من فوق إلى أفغانستان هيكونها تعيش ضمن مناخ وانتماء ثقافي متقارب مع بعض وإلى عوامل مشتركة كثيرة منها الدين وحتى اللغة وحتى التقاليد الاجتماعية صحيح هناك اختلافات لكنها ليست هنا بالدرجة الكبيرة المغربي مثلا ربما يحتج يقول أنا لا أنا لا أعتبر نفسي عربي وحتى الإسلام أنا أيضا عندي وجهة نظر أخرى بالإسلام وكثير من أشياء لا بأس يعني هو من حقه أن يقول بأن هذا النصر خاص بنا وما أسمح لأحد بأن سرقتها من أدنا كما تعرفون أدعياء النصر كثيرون أما أدعياء الخسارة فالكل يتنصل منها هذا مسألة طبيعية عد كل البشر فهذا المغربي نفسي أسألها قل أنا لو كنت مثلا عن فريق المصري مثلا وصل إلى نصف النهاية أنت ستقول أنا أشجع الفريق المصري وأنا محسوب على فريق مصري هذا من عدنا ومبيبينا فهي العملية مشابهة لكن بعض المغاربة يقل لك له هذا النصر خاص بنا ويستأثر من بي لكن جزء بعض منهم لا أعني الكل المغاربة لكنه هو مسألة طبيعية وهي جزء من اللعبة البشرية التي تتعول وإن تعلقت بلعبة على الأرض اسمها كرة القدم السبب كما قلت هو ظروفنا واحدة ومعاناتنا واحدة وأيضا هناك سبب آخر نميل إلى المساندة الضعيف أو الذي يشعر بوجود هو بينه وبين العالم المتقدم يعني واكستنا واحدة فهذا الفقير على الفقير أو الوضع تعبان على وضع تعبان يعني أكو مثل مصري يشبه بهذا الموضوع ممكن تشوفونا طبعا هناك أيضا صورة للاعب يرقص مع أمه لاعب مغربي هاي الصورة كانت جميلة جدا لكن البعض قالوا شوفوا حب الأم وما إلى ذلك وقالوا أن هذا صديقتي أو عزيزتي صديقتي على الفيسبوك خديجة صبري قالت كانت وجد نظر عميقة بهذا الموضوع تستحق التقدير والتأمل قالت فيها بأن كل المغاربة أشادوا باللاعب واعتبروها مذخرة لهم وهي مغربية طبعا قالت أنا ما أجد أي شيء مميز بهذا التصرف يستحق الإشهادة هو فقط يعني يأكس صورة الثقافة الشرقية التي تقدس الأم وترفع من قيمتها لماذا؟ ليس لأنها أنتة وأمرأة لا لأنها أم وتمثل رمز لإنجاب والتكاثر التعلق طبعا قالت بأنه هو شعور غريزي يعني لا ليس فيه ما هو مبهر ولا ليس فيه ما يستحق يعني ممكن أن تستحق يعني ممكن أن تباهل والإعلام من شهنة لكن ليس بهذا الطريقة إنه مسألة غريزية لماذا تحولها إلى الدين هذه المسألة أنا أفسرها طبعا عندي حلقة خاصة بالدين هو القطيع والمرأة والآخة المرأة برجل الدين فسرت هذا الموضوع لماذا يمين الناس إلى الربط بين الأم والجانب الديني وأيضا الجانب العدواني داخل الرجل وأيضا رجال الدين هذا ثلاثية شديدة الخصوبة عندما نتأملها ونعرف تداخلاتها قالت بأنه ماكو أي شيء يبهر في هذا الموضوع الذي يجب أن نحتفي به هو الاعتراف بقيمة المرأة الزوجة والأخت والزميلة كشخص وكفكر وليس كأم أم مجرد أداة للإنتاج قالت بأن الثقافة الشرقية تعطي قيمة للمرأة فقط عندما تنجب وتلت أما المرأة التي تريد أن تثبت شخصيتها فتستحق الاحتقار وها طبعا صحيح هذا كلام لكنه عندما نقول صحيح لا يعني بأنه شيء جيد لا هذا إلى علاقة بالثقافة البداية كانت المجتمعات تطالب بالمرأة بأن تلت لأنها تفعت عن قوة عاملة وقوة محاربة تدافع بها عن نفسها فكانت وظيفة المرأة الإنتاج وظيفة الرجل الحماية والقتال ووظيفة الرجل الدين أن يدجن الجميع ويروضهم على هذا النمط من الحياة طبعا سببه لأن هناك تناظر كبير كما قلت بين الحياة وتغلباتها وكرة القدم يعني هناك تناظر بين الحياة بأكملها باعتبارها مسرح نمثل فيه جميعا أدوارنا وكرة القدم باعتبارها أيضا مسرح وفيها حكم وفيها سلطة وفيها قوانين هذا راح أتطرق له بالدهاية الميزة الأساسية للعبة كرة القدم ما هي اللي تختيب شوي عن العاب الأخرى أنها تستهود جميع وأنها تثير جميع الغرائز الفطرية لدى الإنسان بحيث يبدو أحيانا أن كرة القدم هي الفطرة وليس الإيمان أو الدين بحيث أنه تجد طفل عمره سنوات أو عشرة ممكن يتحدث معك عن كرة القدم ويتحدث معك كناقد رياضي ويطيك آراء سديدة يعني توصل لها مستوى نقاط كرة القدم ويتحدد لك عن اسموع اللاعبين وبالتفاصيل ويعني يشعر بأنه هو موجود بين الآخرين وإلى نفس الدرجة من الأهمية هذا دليل على الفطرة أنه اللعب هو جزء من فطرة الإنسان وبدليل أيضا أنه الأغلبية التي يتحدثون ومؤجبين يعني من أشاق كرة القدم هم لم يلعبوك مباراة كرة قدم وعيدة في حياتهم أنا من الناس كانت طفل أحلم يعني أنام على الكنبة وأحلم كيف أكون بطل العالم وأكون في الملائب وفجأة الفريق الأراقي المنتخب الأراقي كل اللاعبين ما أعرف يبقون بس عشرة يعني ما أعرف ليش عشرة يردون ومحتاجين واحد يجيبوني من المدرجات أنا أجي وأسجل لهم خمسين هدف ووصلهم كأس العالم يعني أحلام طفولية لكن أعتقد الكل يحلم بنفس الطريقة في هذا العمر يعني وحتى يعني هدول اللاعبين الكبار أنا أكيد أجهم نفس الأحلام لأنه قالب قالب يتكرر مع الجميع فأكيد أنا كنت فرحان كنت الصور فأنا الوحيدة لأفكر هذا التفكير بعد قدمها كبارتك شايفت بأن الكل يفكر بهذه الطريقة وأدى يعيش هاي أحلام اليقظة اللذيذة وكيف يصير بطل العالم ويحل مشاكل الكرة الأرضية وبعد ذلك يعني سو أفلام وسيناريوهات جميلة أعتقد الكل مار بها هاي المسألة الشيء الغريب أنه المثقف لدينا أيضا يتحدث بالسفادة عن كرة القدم لا بس أنا ما أدي مشكلة أنا أحب كرة القدم أيضا وأحب اللعبة وإثارتها وكل ما فيها لكن عندما يتحدث ويحدثك عنها وهذا معناه أنه هو ما عنده شيء يقوله يعني إذا يكون حديثه وهو يعني يعني لا يمارس ثقافة إنما يمارس شيء خاص فقط أما أن يكتب قصيدة عامة ليس فيها تحرش في أي قضية أو يكتب رواية أيضا ليس فيها تحرش إلا في قضايا جزئية هامشية أو يكتب مقالة أيضا تحرش في قضايا خدمية وبعد ذلك تحدثك عن الرياضة هذا لا ألاقة بالثقافة والأغلبية هكذا وأعذر الكثيرين طبعا المناسبة لأنه الظروف صعبة جدا لكن هذا لا يعني ليس عذرا كافيا كما أعتقد يعني محبتي للجميع يعني من يريد أن يطرح أفكاره يمكن أن يجد مادام هو مثقف فهو يجد آلاف الفرص لأن يعرض أفكاره ويسهم في تطور مجتمعاتنا بدلا من أن يكون عامل من عوامل تخلفه أبل موظف يدير شأن التخلف ويغرز هذا ويواصل التخلف بدلا من المرة يعني يعمق من جراح التخلف في وجداننا وأنفسنا المجروحة أصلا المثقف الحقيقة هو المثقف الذي يشتغل بالهقول الثقافية مختلفة المعرفية والفكرية كلها ويشتغلها وينقذها نقد عميق ولا أن يتلاور قضية هنا أو هناك بسطحية ويختزل المواقف اللعبة في جوهرها أيضا كرة القدم هي نوع من التفريغ لطاقة العنف في المجتمعات الغربية هو فكرة اللعب بأكملها الرياضة في العالم الغربي تطورها بحيث يفرغ طاقة الشباب الأدوانية ويحركها بطريقة مختلفة حتى الطاقة الأدوانية أيضا يفرغها بروح التنافس داخل المجتمعات الأسمالية على العمل في العمل في الابتكار هذه الروحية التنافسية اللي صنعت الحضارة الغربية بالمناسبة فهذا التفريغ لهذه الطاقة بدلا من أن تنصرف إلى الجانب الأدواني الحربي لأن الحرب أيضا بعدين بالنهاية راح أتحدث عن علاقة الحرب باللعب الفرق بين تفريغ هذه الطاقة العنف داخل المجتمعات الغربية ومعنى أن هناك يحمل معنى مختلف عن الذي نحمله نحن هنا هي تعويض عن الفشل بالنسبة أنه هنا مصيبة هذا الفشل أنه تعويض غير قابل للتراكم ولا حتى الاستثمار يعني أنا أتذكر في السبعينات والثمانينات كان المنتخب العراقي من أفضل المنتخبات في المنطقة الآن هو أقل أو أعلى بقليل أو بمستوى الآخرين في المنطقة كلهم تطوروا لكن مثل حالهم حال المنتخب العراقي توقف توقفوا يعني رغم كل الدعم كل الضيخ المنتخب قطر غير بخير مثال حتى المنتخب السعودي الصرف لا حدود له لكنه وصلوا دائما هاي المجتمعات اللي نحن فيها بسبب طابحها الديني أو ثقافتها الديني يعني ليس لا يتعلق بالدين فقط لأن الدين هو متغلغل في كل التفاصيل من اللغة إلى التقاليد إلى العادات إلى نظام التفكير هذا كله متغلغل فينا فهذا دائما يخليك توصل إلى السقف بعد ما يصعب به هاي حدودة الدين هو هاي حدودة يعني الثقافة الدينية وثقافتنا الاجتماعية المجتمعية إلها حدودها فتلاحظ أنه في جميع الحالات رغم أنه يعني هناك ألعاب فردية يعني بالكاد نجد لاعب يأخذ بطولة العالم لماذا؟ لأنه هناك نوع مثل الأوال المستطرقة تجد هنا الرياضة الفلانية كذا العلم الفن الأدب الحضارة بأكملها كل أركانها حسب تعبير خزعان الماجدي نقول هناك 15 هذا أنه مثل الأوال المستطرقة إذا صعدت منطقة كلها تصعدوا لها الغرب كذلك تشوفه متفوق في جميع الجهات لكنه إحنا إحنا غير متفوقين في جميع الجهات في جميع الأركان وهذا قانون حضاري يعني يبدو ودما نطبقها ننتخذ هذه الصورة كمنهج أعتقد ونطبقها على كل حالة في تاريخنا أو تاريخ الأمم الأخرى سنجدها أعتقد سنجدها غالبا صحيحة إلا باختلافات بسيطة هو يعني بالنهاية السبب هو دائما هذا اللي يخلينا نوصل إلى حد ثريشولد أو عتبة لا نتجاوزها هو أنه إحنا لا نتطور على قائلة ثقافية وحضارية شاملة وقابل للتغير والهتاريخ تراكم تبقى هي مصادفات اليوم ينتصر السعودية على أرجنتين وراح يخسر مباراتهم قطر خسرتهم كلهم وهكذا يعني تيجي الصفة لكنه أولاد لا تبني تراكم و يعني نحتفل بهذا اللي احتفوا الأرجنتين خسرت الأرجنتين أمام السعودية افتفلنا اضطرنا بالفرح كلنا اضطرنا بالفرح لكن بعد ذلك رأسا خفة يعني البالون الفرح تم ثقبة ونسينا هذا الموضوع بأكمله وسنعيش عليه فتخمس سنوات يعني الأمر هكذا يعني شنسوي بعد ذلك نصير لقبة مثلا بين المغرب وإسبانيا نستحضر الأندلس نصير قضية مثلا حتى لقبة مع البراجي البراجي نلجد قصة حتى نبرر كل شي لأننا لا يستطيع أن نكون تكون لدينا صورة أو رؤية مختلفة عن الإطار الديني أو الإطار الخلافي أو التنافس مع الآخرين ألمانيا خسرت قلنا لا مع اليابان قلنا شوف هذا سبب تأييتهم للمثلية وهكذا القصص دائما نخلق سطورة صغيرة ونعتبر أن هذا هو الحل والغاية غاية أن لا نفكر لها الغاية أنه يجد لك قصة وقلنا خلق هذا هذا تفسير خلاص وبعد ذلك يبدأ يشتغل على العقل القطيع يبحث عن الأدلة والمقدمات والمنطقية والنتائج وهكذا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر